حكاية تانية مصارق جدا والناس تتحدث عنها دايما وانا رأي فيها مختلف شوية عن بعض الناس بصراحة يعني وانا عارف ان انت ممكن تتدقى حتى من رأي ده انت اهلاوي وهتتدقى من رأي ده محمد عبد المنعم فيها جماعة كثير من المبالغات في الانتقاد او الهجوم عليه مغرور بيحب نفسه بيتعالى عالكورة بمش عارف ايه لا مش كده الحكاية مش كده الحكاية ان محمد عبد المنعم في المركز ده بيتعامل بثقة اللاعبين الاجانب اللي احنا اللي بنقل نفرج عليهم نقول ايه ده احنا المدافع عندنا اول ما بتجيله الكورة بيترعش وبيخاف وبيطفش الكورة وبيطلعها برة اللعيد بقى المدافع اللي عنده ثقة بيبقى في ذلك فان دايك عنده اخطاق مع ليفربول وكاريسية سيرجيو راموس لما كان بيالعب في ريال مدريد انا اصلا انا بتعريال مدريد ام ذاكر يعني كان عنده اخطاق كاريسية جدا دي قافة المدافع الكبير اللي عنده ثقة ليه هيعمل لك عشر كورات مئة كورة حلوة وبيطلع صح وبيخطف الكورة بشكل سليم وتلاقي واحدة عنده مع الثقة دي الثقة اللي هي الحميدة مش السيئة اللي هي اللي انت وصفتها انها غرور ويطلع واحدة غلط او اثنين غلط يعني بص ده بيطلع اثنين من مية غلط المدافع بقى التاني اللي احنا معتدين عليه في مصر بيعمل ايه هات الكورة طفاشة خش جامد ويقوله عليك لعيب راجل ما تطلعش كورة من رجلك صح وطلع كورة قاوت وما يبدأ السلامة لا ده المدافع اللي احنا مش عايزينه اصلا في الكورة المصرية عموما مش في الاهل فانا بصراحة شايف ان فيه مبالغات على محمد عبد المنم بصراحة يا مش بقول ان هو في افضل مستوياته بس بقول انه لسه حتى هذه اللحظة افضل مدافع في الدولة المصري على القل يعني دي حكيات محمد عبد المنم